حل فطين سعيد طريق الفنانة الشعبية بوسي ضيفا على برنامج عربون وقشف أسرار خطيرة عن حياتهم الزوجية حيث تحدث قائلا أن بداية خلافاتهم معا بدأت أثناء تصوير فيلمهم عمر وسلوة ففي هذه الفترة حاول الفنان كريم محمود عبد العزيز أن يتقرب منها من أجل أن لا تخشى الكاميرا إلا أنها بدأت تتوهم أمور عنهم على حد زعمه ما ساعد في ذلك أن قصة العمل كانت عن علاقة عاطفية بين البطل والبطلة كما تحدث طريق الفنانة بوسي عن مشاكلهم القضائية التي وصلت لحد إصدار أحكام نهائية بحبسها مما دفعها للاختفاء عن السحة الفنية لحين حل الموقف القانوني وقد تحدث أنه حصل بالفعل على أحكام قضائية ضدها نظرا لإمداءها على شكات دون رسيل إلى جانب إخفاءها اتفاقات خاصة بعملها ورفضها منحو نسبته المتفق عليها من إدارة أعمالها لم تتوقف تصرحات طريق الفنانة بوسي النارية عند هذا الحد ليتهمها بشكل مباشر أنها كانت تخطط للتخلص منه على حد تعبيره فوضعت له أسلحة ومخدرات أسفل السرير كما أشار فطين سعيد طريق الفنانة بوسي أن البعض تدخل بينهم لحل الموقف وكان الاتفاق أن يحصل على خمسة مليون جنيه منها نظري التنازل عن القضايا وأخذ منها مقدم مليون ونص إلا أنها لم تلتزم بدفع باقي المبلغ لهذا واصل حربه القضائية ضدها وأخذ أحكام نهائية ترجمة نانسي قنقر